اهلا بكم الى موجز نشرة الظهيرة على قناة الحدث الافريقي ترأس امير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بالامير مولاي رشيد والامير مولاي احمد والامير مولاي اسماعيل مساء الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا احياء لذكرى الرابع والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آية بينات من ذكر الحكيم وبانشاده امدحة لبوية وبهذه المناسبة قام ملك البلاد والامراء بزيارة قبر المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جللته على روحه الطاهرة واختتم هذا الحفل برفع اكوفي ضرعه الى العلي القدير بان يتغمد المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبان يمترش ابيب رحمته وغفرانه على المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه ترأست الامير للا مريم مساء الجمعة ببسجد السنب الرباط حفلا دينيا احياء لذكرى الرابع والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وبملاسبة هذا الحفل الديني تمت تلاوة ايات بينات من ذكر الحكيم وانشاده امذاح نبوية ورفعت اكوفو ضرعه الى العلي القدير بان يشمله برحمته الوسعة الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس وبان يسكنه ما فسيح جنانه اطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية فارق سابقين الجمعة بتنجح لداء رسميا لترضي الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الافريقي ودعى نداء تنجح الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان الاتحاد الافريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية المنظمة من طرف معهز اماديوس ضمن المنتدى الدولية مدايزة الى ضرورة تصحيح الشدود التاريخية والحراف القانونية والمنح السياسي المعكوس المتمثلة في القبول غير القانونية وغير المشروع ثم بعد ذلك الابقاء غير المبررة للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العمل السلبي لذلك واعتبر المسؤولون الافريق سابقون الموقعون والدعمون للنداء أن انضمام الكيان الوهمي الى الاتحاد الافريقي هو انتهاك للمادة 3 باء والمادة 4 باء من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي لافتينه الى ان الجمهورية الوهمية كيان المصطنعة تم فرضه على منظمة الوحدة الافريقية الاتحاد الافريقي ضدا على كل شرعية ومشروعية قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد الجمعة امام لجنة التعليم وثقافة والدصال بمجلس النواب عرضا مفصلا حول برنامج عمل اقتطاع الشباب خلال سنة 2023 وحصلته خلال السنة الجارية واضح بن سعيد في هذا العرض الذي تم في اطار تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ان محاول خطة عمل 2023 ترتكز على اعداد استراتيجية ثقافية وطنية واستكمال المشاريع الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي الملك محمد السادس وحماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتطويره ومواكبة الصناعة الثقافية والابداعية كما ترتكز خطة العمل هذه على تعزيز البنية التحتية الثقافية في مختلف ربوع المملكة ورقمانته وتحديث العمل الثقافية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين وتطويره برامج الشراكة الثقافية وتجويد العرض الثقافي الموجه للخارج وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لجمع بمراكش اتفاقية تتعلق بإطلاق برنامج Women in Business الذي يروم النهوضة بريادة الأعمال النسائية وتمويل المقابلات الصغرى والمتوسطة التي تسيرها النساء بالمغرب وتحكس هذه الاتفاقية التي وقعت عليها بالأحرف الأولى باتريسيا بيلار لومبارد كوسا كسفيرة فوق العادة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية وهيكا هارمغارد المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط على همش دورة 69 للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية تحكس إرادة الجانبين في التعاون من خلال برنامج Women in Business بغرض مواكبة ودعم النساء المقاولات من حيث الولوج إلى التمويلات والقرود والمساعدة التقنية لتقديم الخبرة ومن أجل التشبيك بالنسبة للنساء المقاولات بهذا الخبر رأنا أتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة